أهلا بحضراتكم من جديد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي في اليابان لحضور مؤتمر التكاد اللي بيمثل أهم عناصر التعاون بين اليابان وبين القارة الأفريقية في شهر أغسطس 2024 اللي احنا فيه دي اجتماعات بتشمل كل وزراء خارجية الدول الأفريقية والجانب الياباني للتحضير للمؤتمر على مستوى القادة اللي هيعقد فيه أغسطس 2025 طبعا وصل الدكتور بدر عبد العاطي إلى اليابان التقى رئيس الوزراء الياباني فوميو كشيدا ودارة مباحثات حول العلاقات المصرية اليابانية بعد ترفعها وزيارة رئيس الوزراء في مطلع هذا العام إلى مصر والعلاقات بيننا وبين اليابان الحقيقة علاقات على مستوى عالي من الاستراتيجية تم ترفعها والسفير دكتور بدر عبد العاطي التقى رئيس الوزراء وكانت المباحثات بينهما عن العلاقات المصرية اليابانية وترفعها والاستفادة من هذا الترفيع خلال هذه المرحلة زي ما صرح بذلك السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أيضا التقى الدكتور بدر عبد العاطي بوزيرة الخارجية اليابانية يعني هو التقى برئيس الوزراء الأول ثم التقى بنظرته اليابانية ودرت أيضا المباحثات حول العلاقات التنائية القضاء ذات الاهتمام المشترك بين الجانب المصري والجانب الياباني ثم التقى برئيس منظمة التجارة الخارجية اليابانية الجيتو والحقيقة بعد اللقاء ده الدكتور بدر عبد العاطي أكد أهمية عقد مؤتمر استثماري مصري ياباني بادت للتقى بالتعاون بين الجانبين على غرار المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي وده لقطة الحقيقة يعني لقطة ممتازة جدا وانا قلت قبل كده لما كان السفير بدر عبد العاطي موجود في رواندا لحضور تنصيب الرئيس الرواندي خلص الشق الدبلوماسي والشق السياسي وكان في قلب هذه المباحثات واللقاءات البعد الاقتصادي بمفهومه الشامل وانا ساعتها اطلقت يعني ما يسمى بالدبلوماسية الاقتصادية أو الاستثمارية النهاردة موجود وزير خارجية في اليابان والتحركات بيقابل وزراء ومسؤولين مش بس وزير خارجية ورئيس الوزراء بيسلموا رسالة من الرئيس لا ده بيبدأ فيه نسج علاقات اقتصادية تعاون دولي وبيقول اليابانيين ترفيع العلاقات لابد ان نعكس على حجم التجارة حجم الاسمار وبيدعو لعقد مؤتمر الاسمار المصري الياباني على غرار اللي حصل بين مصر والتعادل اوروبي خلال الفترة الماضية واعتقد ان ده التحرك الاقتصادي الدبلوماسي اللي احنا دايما بننتظره في مثل هذه اللقاءات ايضا وزير خارجية بيلقي كلمة مصر امام اتكاد وبيؤكد في الكلمة على الامن والسلم الاقليمي وبيؤكد على دور مصر في هذا الاطار والدور التنموي وكلمة اهو ده في الجلسة الثانية من الحوار المفتوح بحضور القادة اليابانيين وحضور وزراء الخارجية من الدول الافريقية ايضا التقى الدكتور بادر ابن العاطي برئيس جامعة الامم المتحدة في توكيو والحقيقة كان برضو رئيس جامعة الامم المتحدة في توكيو كان الحوار برضو عن الدور المصري والتعاون اللي ممكن يبقى موجود بين الجانبين في هذا الاطار ايضا التقى وزير خارجية اثناء وجوده في اليابان بوزراء خارجية الدول الافريقية نظراءه بنين سنغال الكنغو ولسه المقابلات يعني بتسير في هذا الاتجاه ايضا من توكيو بيقوم بدر ابن العاطي وزير خارجية باتصال هاتفي مع نظيره الايراني وهذا الاتصال مع بس عرقجي وزير خارجية ايران استفيرة احمد ابو زيد قال انه سيد وزير خارجية قدم تهنئته لنظيره الايراني بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد بعد منحه الثقة من البرلمان الايراني متمنيا له التوفيق في مهامه القادمة الوزيرين بدر عبد العاطي وعرقجي نقشوا الوضع الاقليمي المتأزم في ظل استمرار الحرب الجارية في غزة والانتهاكات الاسرائيلية المتكررة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني واعرب الدكتور بدر عبد العاطي عن تطلع مصر للتوصل الاتفاق تهدئة يتم بمجابي وقف اطلاق النار وانجاز صفق التبادل الرهائن والاسرة متمنيا ان تكل الجهود الوساطة بالنجاح لتخفيف حدة التوترات التي تشهدها المنطقة تفاديا لانزلاق المنطقة في حلقة المفرغة من العنف والتصعيد والتصعيد المتبادل هذا يعني